أهلا بكم مرة تانية أعظم جماهير نادي في الكون والبطولة دي على فكرة كمان بتأكد على حاجة مهمة جداً أنه الأهلي يغرد أفريقياً منفرداً لأنه الفرق بينه وبين كل المنافسين أو أقرب الناس تحقيقاً لنفس البطولة بعيد جداً حط كل كبار القرى في كفة والأهلي في كفة تانية ما زين بي إزاي مالك سانداونز ترجي الوداد الرجاء كل دول حقيقة بعيد جداً جداً عن الرقم 11 البطولة اللي حقق الأهلي بس من 48 ساعة احتفلات جماهير النادي الأهلي العظيمة وفرحتهم مستمرة ومنحتفل وبنكمل فرحتنا مع واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار الحقيقة كابتن هاني العجيزي بيشرفنا النهاردة في أسادسة كابتن هاني مساء الخير ومبروك ألف مبروك طبعاً على اللقب الجديد والبطولة الجديدة للنادي الأهلي مساء الخير أبو حميد أنا مبسوط أن أنا موجود معك وحشني وطبعاً عايز أبارك لجمهور النادي الأهلي على البطولة الحداشر البطولة غالية وبطولة مهمة وبطولة صعبة جداً من البطولات اللي النادي الأهلي خدها بصعوبة ودي مزيتها يعني دي مزيتها أن النادي الأهلي خدها ويعني كان الناس كلها فيه شبه ما فيش شبه أمل أن النادي الأهلي ياخد بطولة فالحاجة اللي ما بتيجي وهي صعبة بيبقى لها طعم كبير فطبعاً أنا ببرك لجمهور النادي الأهلي كله مبارك لمجلس الإدارة ومبارك للعيبة اللي تعبت مبارك الجهاز الفني أي حد ينتمي للنادي الأهلي بقوله ألف مبروك وإن شاء الله بإذن الله نفكر في الـ 12 بإذن الله إن شاء الله بإذن الله خليني أقوله وأخد من كلامك الحقيقة أبتدي كلام بفكرة الصعوبة أنا بشوف أنه جميع النادي الأهلي بتفرح أكتر بتتبسط أكتر ما بتنساش أبدا البطولة اللي خدناها من رحم المعاناة زي ما بيقول يعني البطولة اللي جات في سيناريو غير متوقع أو سيناريو الأمل فيه ضعيف تفرق كتير جدا عن بطولات كان الأهلي حسمها أو حسم ألقابها بسهولة أكيد أكيد طبعا إحنا كلنا زي ما قلت لك أبو حميد أنا كنت هنا موجود في السيديو مع كابتن إسلام الشاطر بعد ماتش سانداونز ويعني كان فيه إحباط كبير جدا من بعض الامير النادي الأهلي لكن الناس اللي لعبت في النادي الأهلي والناس اللي بتنتمي النادي الأهلي عارفين إن ما فيهش حاجة مستحيل في الكورة وبالذات مع لعبت النادي الأهلي ومع النادي الأهلي خصوصا وده اللي شفناه يعني كلنا حتى لو فيه بسيس أمل لواحد في المية لا مدام عندك أمل اتمسك به وكل حاجة بتجي بالتعب وشفنا شفنا النادي الأهلي يعني السنة اللي فاتت كان فيه ناس كتير بتتكلم على بعض لعبت النادي الأهلي إن هي لا تصلح لنادي الأهلي دلوقتي الناس كلها بتشيد بلعبت النادي الأهلي بتشيد بمستر كورر بتشيد بمجلس الإدارة واختياره لمستر كورر بصراحة كان اختيار زي ما أشدنا بمسيماني بصراحة شابولي كابتن محمود الخطيب والمجلس الإدارة كله باختياره مستر كورر رجل خلاص بدأ يخش بقى في حتة إنه بينافس بقى جزيه بينافس مسماني بينافس يعني الموضوع بقى غير بقى فيه طموح أكبر حط نفسه في حاجة صعبة إن انت دلوقتي الناس بتقرنك بمستر مان وجزيه وده يعني كان شيء مستحيل إن حد يتقرنك بمستر مان وجزيه فهو حط نفسه في الموقف ده في خلال تسعة شهور أو عشرة شهور فده إنجاز كبير جدا لي وأنا متأكد مع الكوارات اللعبة اللي موجود في النادي الأهلي وبعض التدعيمات المهمة للنادي الأهلي محتاجها أعتقد إن الرجل هيروح في مكان بايت طبعا لأنه المنافسة كمان إيهاني راحة في مكان تيدي ده اللي أنا بقوله إنت خلاص حطيت نفسك في مكان إن أنت لازم خلاص نادي الأهلي إنت وصلت للمرحلة دي نادي الأهلي عايز إيه اللي بعد كده إيه الخطوة اللي بعد كده إيه الأحسن اللي بعد كده هجيلك في اللي جاي كله سخد بالك كمان إنه أنت كل ما بتأكد على ريادتك وتفوقك ده بيخلي حالة التحفز اللي موجودة عند كل منافسيك أعلى وأعلى يعني 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 الأهلي هم مفيش في قارة أفريقيا كلها غير الأهلي فاهم أصلي يعني بحاول دايماً أحط نفسي مكان المنافسين وكلهم فرقة كبيرة فريق كبير الترجي الوداد الرجاء المولودية يعني كلها فرق كبيرة وعندها تاريخ وقدمت نجوم كبيرة جداً فبالتالي فكرة لو أهلي يسيطر دي أعتقد بالنسبة لهم هتبقى فكرة مرفوضة وخاصة اللي سألني مش على حسنهم الناس بلقى تهمت بصراحة يعني لا أكون فعالهم بصراحة بجد والله العظيم أنا لما كون ليه منافس زي الناد الأهلي لأ الموضوع صعب صعب جداً الناد الأهلي زي ما اتكلمنا قبل كده عنده طموح بلا حدود عنده جوع بلا حدود يعني دايماً عاوز دايماً عايز يكسب دايماً خط بطولة بنفكر في اللي بعدها ودي حاجة متلقاشة اللي في الفرقة الكبيرة زي ريان مدريد يعني ما تشيصر رونية مثلاً أيام ما كان بياخد بطولات الفرقة دي اللي هي بتعرف تاخد بطولة إزاي عندها الإمكانيات إن هي تقدر تاخد بطولة فأعتقد إن المقومات دي كلها مش موجودة في فرق ولايّلة في العالم كله مش أقولك بس في مصر لا الناد الأهلي معروف في فريقيا هو الفرقة الوحيدة زي ما أنت بتتكلم شوفتك الناد الأهلي 11 بطولة يعني من قارب ونافس لي تقريباً 6 أو 5 بطولات طيب فالموضوع ضبل يعني ضعف قصدي سوري ضعف فالموضوع بعيد وزي ما أنت قلت الناس بدأت يعني فوضي أن يبقى عندهم حافظ لا أنا شايف أن الناس خلاص فكتت الأمل أنها تفكرت أنها تنافس الناد الأهلي لا أخد بالك كمان أنت رايح لبطولتين في منتهى الأهمية ومنتهى القوة يعني قصة فكرة إنه يبقى في بطولة في أفريقيا اسمها سوبر ليج هيبقى لها بروباجاندا وليها جوائز ملائية كبيرة جداً هيخلق أكيد ويجاد الضائفة عند الفرق اللي هتشارك فيها وهتبقى متحفزة أكتر للأهلي لأنه عارفين أي فريق بيرعب فيهم عارف أنه الأهلي هو المرشح الأول وأنه الأهلي هو التهديد الحقيقي وبالتالي الكل هيعمل على أنه فكرة أنه الأهلي يخرج وإزاي نخرج الأهلي وبعد كان نبقى تفاهم بنا وبنبعض ما دي حاجة كويسة دي حاجة كويسة أننا أنت هتلاقي منافس ليك وندي ليك في بطولة كبيرة زي البطولة اللي هتكعمل دي فدي حاجة كويسة مش حاجة وحشة الناد الأهلي برضو مهما كان بيدور على منافس أنت خلاص أنت وصلت للكمة بدأت تاخد بطولات كل سنة ثلاث أربع بطولات فالموضوع بالنسبة لك أنت هتبقى محتاج حدي نفسك فالموضوع برضو سهل وفي نفس الوقت يبقى صعب على المنافسين حتة برضو اللي تكلمت فيها موضوع المنافسة وكلام ده يعني أنا متأكد أن سانداونز غلطه في موضوع مطش الهلال أنه كان هو ما قبلش الناد الأهلي بس كلمنا فيها برضو بلكده وأي حد كان موجود مكان سانداونز أو إدارة سانداونز كان يفكر أنه يبعد الأهلي مطش الهلال اللي هو تعادل فيه مع الهلال يعني أي حد ما كانه وعارف أن الناد الأهلي بالكوة دي كان هيفكر أنه يسيب المطش لكن أنا اتكلمت فيها وقلت أن إدارة سانداونز لأ إدارة محترمة إدارة بتفكر بتفكير احترافي وشفنا الكلام ده في أرض الملعب في مطش الهلال ولعبوا آه ملعبوش فلتيم وكل حاجة لكن قدروا أنهم يعني يلعبوا جيم كويس مع الناد الهلال وبالتالي الناد الأهلي يكسب الهلال هنا وصعد وناد الأهلي كمل ولعب سيميفاينال وخد البطولة ده ومن بعد سانداونز تقلتين أنك جيت هنا الستوديو مع كابتن إسلام بعد مطش السانداونز تعرفها تقول أنه هاني العجيزي ضيف قلبه تقيل يعني يعني خدوا بالكم لا تقيل يعني لا قلب الجامة طبعا لا فيه ناس كتير جدا أنا قلوبها بيبقى خفيف جدا يعني في المناسبة زي دي فيه ناس كتير جدا متحبش تطلع طب أنا هقولك حاجة لما بنيجي نرتب حلقات ما بعد المباريات النهائية يعني يعني إحنا كعندنا أنا مطش مع الوداد مثلا يعني تيجي ترتب حلقات ولسه النتيجة مش معروف الأهلي ممكن يكسب والأهلي برده ممكن يغسى صح فيه ناس كتير جدا يتطلعك ما يعني ما تطلبنيش ما تتكلمنيش في الأيام دي أنا ما قدرش لو لقدر الله نتيجة ما جاتش بصالحنا ما قدرش أطلع قبل الناس طبعا وانتع برده جزء من صعبت الشغلانة طبعا يعني يعني أنك إنت تطلع هتكلم جمهور طبعا في ظروف صعبة في ناس كتير تتخاف من ده عشان كاي بقول لك أنت اللي بقاعد يعني طبعا لك الحاجة جمعين أنا أبو علي مكلمني من قبل المطش وانا متأكد انت كنت معنا على التليفون هنا يوم كان معنا كابتن أشرف وقلت لي هجيلي هتشرفنا التلات وقلت لي معك التلاتة فعلا كان يومها فعلا وأبو علي يكلمني وزبط الحلقة وقلت له أنا هيجي أنا متأكدو